عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا بمساعد الوزير ومدير الامن وقيادات الاجهزة الامنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين وخلال الاجتماع تم استعراض محاور الخطة الامنية التي اعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية التي ترتكز على ثوابت في مقدمتها لاهتمام بتوفير المناخ الامن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الادلاء باصواتهم الانتخابية وكذلك استعدادات اجهزة الوزارة بمختلف مديريات الامن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطة انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية